أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أهمية العمل على حفظ الأمن والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان مثمنا الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارات والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزرات الداخلية بالدول العربية من أجل تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها على كافة المستويات جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزرات الداخلية العربية والتي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة ودع العسومي إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والآليات المختلفة في مجال حقوق الإنسان بالدول العربية وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول وتتصدى لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية مشيرا إلى أن البرلمان العربي بالشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية يعتزم تنظيم المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان في شهر نوفمبر المقبل والذي يتزامن إطلاقه مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك احتفال العرب بمرور 15 عاما على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر